الأساسي حول هذا الأمر هل الرئيس مقتنع فأنه لابد أن تكون عنده حكومة أو لا؟ أو عنده يكونوا معاونين مساعدين وهو يخطط وينفذ ويعمل كل شيء فأنتني أنا أعتقادي أنه الرئيس مهوش مقتنع ياسر بجدوى الحكومة وإلا كان حط حكومة عندها باع وذراع في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. إحنا قلنا للرئيس في وقت من الأوقات الحل الوحيد أنه تحط حكومة دمادم ما تحطش حكومة متى ناس تحافظ على الموقع أو تسعى إلى المحافظة على الموقع أو ما تستطيعش أنه تجابها رأيك برأي آخر يمكن أن يكون أكثر صواب وأكثر جرأة وأكثر صحة. يعني إذا كان أنت تحب تحط حكومة على مقاسك وتحب تحط حكومة يعني لا تستطيع أن تلوي العصافي ذك كما نقوله بالدرجة يعني باش يكون هذا هو هذا هو المصير أنا في اعتخاذي أنه الرئيس عليه أن يعي مرة ومرة واحدة أنه المطلوب الآن لتونس هي حكومة كفاءات حقيقية وحكومة دمادم قادرة أنه عندها أفكار وقادرة وعندها جرأة وعندها سياسة وعندها وضوح رؤية تنفذ برنامج الرئيس متى حصل هذا البرنامج على وفاق وتقادرة أنه ترجع الثيقة بين عموم التونسيين والمنظومة التنفيذية عمومة لأنه أنا نحس أنه فم فك ارتباط نسبي بين عموم التونسيين وبين توجهات الحكومة وحتى توجهات الرئيس وبالتالي على الرئيس أنه يعي هذه المسألة بجدية راهو ما يواضح ويقطع يقطع نهائيا مع خطاب إنكار الواقع والحقيقة راهو إنكار الخطاب الواقع والحقيقة ما يخليه شيء يتحسس الطريق السوي الممكن أنه يخرج بتونس من الظلمات إلى النور ومن الأزمة إلى الانفراش إنكار الحقيقة إنكار الواقع عندما تقلب موازين القوى في الواقع وتعتبر أن الواقع ليس ما هو موجود بل الواقع ما تراه أنت راهو هذا لا يقودك إلى الحقيقة ولا يقودك إلى سياسة فعلية جدية قادرة أن تخرج بتونس من أثبتها لا يقودك بطلقا في هذا الأمر وموصلت هذا الخطاب أنا نعتبر أنه هو عائق أساسي أمام الرئيس أنه من جهة يلقى حلول جدية إلى الواقع البلاد والعباد ومن جهة ثانية يمنعه حتى أنه يركز حكومة ذات كفاءة استثنائية وحكومة حقيقية قادرة أن تقود العمل الحكومي في البلاد لأنه يراه مهم جدا في تونس وخارج تونس أنهم يحبوا يراه حكومة حقيقية فعلية ويحبوا يشوف أشياء واضحة لأنه يراه صورة ملتبسة عند الناس في الداخل وفي الخارج عليك أن توضح الصورة إلى الجميع حتى يقتنع الكل بأننا فيما صار تصحيح سليم وبأننا نسير بتونس إلى مراحل متقدمة ونسير بتونس إلى الانفراج وليس أن نحاول أن نعمق لها الأزمة متاحة ولا نسير بها إلى الهاوية اشتركوا في القناة